وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذا هو الذي جرى منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة وإلى يومنا هذا هذا هو الذي جرى على الشيعة ولا زال يجري الجزء الأول من الكاف الشريف الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء بسنده بسند الكليني صاحب الكافي عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول يتحدث مع بشير الدهان يقول لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا في من لا يتفقه بفقه العترة لا بفقه حوزة النجف فقه حوزة النجف فقه الشافعي والمعتزلة لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من أصحابنا من الشيعة إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقه بالثقافة الأصيلة هؤلاء هم ضعفاء الشيعة ضعفاء الشيعة هؤلاء الذين لم يتفقهوا بفقه العترة وإنما تفقه بفقه مراجع النجف ومراجع النجف أيضا هم ضعفاء ضعفاء الفقه والعقيدة أصلا هؤلاء معدوموا الفقه والعقيدة لا يفقهون فقه العترة الطاهرة دينهم هو دين الشوافع والمعتزلة عقائدهم معتزلية وفقههم شافعي في أصوله وقواعد استنباطه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى النواصب وهذا هو الذي يجري يمكنكم أن تتفحصوا ذلك وأن تتأكدوا بأنفسكم اقرأوا كتب العلماء ستجدونهم دائما يكملون حديثهم بحديث النواصب واستمعوا إلى منابر الخطباء وتابعوا برامج الفضائيات من فضائيات السيستاني والشرازي وغيرها ستجدون أن الخطباء وأن البرامج يكملوا نقصها بأحاديث النواصب هذا هو الذي يجري على أرض الواقع لأنهم ليسوا مستغنين بثقافة العطرة لجهلهم لجهلهم يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقه احتاج إليهم احتاج إلى النواصب كي يكمل بحثه حديثه موضوعه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم خصوصا هؤلاء الذين يكتبون رسائل الماستر والدكتورا هؤلاء الذين يكتبون الأبحاث الجامعية يركضونها بشكل مباشر إلى النواصب وهم يتحدثون عن موضوع يرتبط بالعترة الطاهرة لكنهم ماذا يصنعون يجدون مراجع الشيعة هكذا يفعلون فيتصورون أن الذي يفعلونه هو الأفضل باعتبار أنهم يتوسعون في كل الاتجاهات ما يدرون هذه الطريقة طائحة ومخالفة لمنهج محمد وآل محمد يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم بل على العكس يتصور من أنه قد أصاب الحاق وهذا هو الجهل المركب وتعال هذا شلون تعلمه جهل مركب هذا هو الحمق هذا هو الأحمق الذي لم يستطع عيسى أن يعالجه عيسى عالج كل الأمراض المستعصية وأحيى الموتى وجعل الأعمى مبصران وجعل الأخرس ناطقا متحدثان لكنه وقف عاجزا عند الأحماق عند صاحب الجهل المركب ومراجع النجف وحق الحسين كلهم من هذا النوع وإنني أقسم وأنا على يقين من قسمي لأنني قرأت كتبهم وطلعت على أبحاثهم وهي في غاية البعد عن القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي وفي غاية البعد عن حقائق المعرفة في حديث العترة وفي مضامين أدعيتهم وزياراتهم وهم لا يعلمون ذلك ويتصورون أنهم على الحق هؤلاء هم الحمقى الذين لا يستطيعوا عيسى المسيح أن يشفيهم فماذا أستطيع أن أفعل أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا فإنني سأعود بخيبتي وفشهلي وهذا هو الذي أعايشه وأعيش معه هذا هو الواقع مشكلتي ليست مع هؤلاء مشكلتي مع عامة الشيعة الذين هم على نفس هذا المنهج وفي الحقيقة ما هي بمشكلة شخصية هي مشكلتهم هي مشكلتهم معي ما هي بمشكلتي معهم أنا أعرف الواقع الشيعية وأنا أعرف ماذا أقول وأعرف منهج هؤلاء وأعرف المنهج الذي أنا علي وأعتقد أن الذي يتابعني يعرف سعة المعلومات وكثرة الوثائق والأدلة التي طرحتها عبر مئات ومئات ومئات من الساعات وأكثر ذلك موجود على شبكة العنكبوتية بالإمكان للجميع أن يصلوا إليه وأن يتأكدوا بأنفسهم من هذه الإدعاءات وأن يتأكدوا بأنفسهم من هذه الإدعاءات التي أدعيها إدعاءات كبيرة أدعيها عبر هذه الشاشة إذا كنتم حريصين على دينكم مع قائدكم فاذهبوا وابحثوا عن هذه الإدعاءات وعن هذه الأدلة والبراهين والوثائق والحقائق التي أدعي أنني طرحتها على الشبكة العنكبوتية فاذهبوا وابحثوا عنها بأنفسكم ستصدمون ستصدمون حينما تجدون الحقائق واضحة لا مجال للشك فيها ولا بجزء صغير من واحد بالتريليون يا بشير يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه بفقه العترة احتاج إليهم احتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلن بل يتصور أنه على الصواب إحسين البروجردي المرجع الكبير في قم وسستاني على نفس المناج وقد جئت بالوثائق والمصادر لهذا الكلام لكنني لست بصدد طرحه بشكل مفصل في هذه الحلقة وإنما جاء استطرادا وإنما جاء استطرادا وإنما جاء استطرادا في حديثي على سبيل المثال البروجردي يقول من أن أحاديث أهل البيت هي بمثابة حاشية على أحاديث المخالف والسستاني يتبنى نفس الرأي يعني أن الأصل أحاديث المخالف وأن أحاديث أهل البيت هي بمثابة حاشية لذا فنحن بحاجة إلى دراسة وفهم أحاديث المخالفين كي نفهم أحاديث أهل البيت بتبرير واهن من أن الأمور كانت بيد النواصب ومن أن الناس تأتي فتسأل الأئمة عن الواقع الموجود وهل أن الأئمة بهذا الهواني وبهذا الضعف يبينون دينهم وأحكامهم وعقائدهم بهذا الأسلوب السخيف لكن هذا هو منطق مراجع الشيعة هذا عظيم مراجع قوم حسين البروجرد حينما يذكرونه يصفونه بالمقدس ويذكرون له من الكرامات والمعجزات التي لا حقيقة لها كالكرامات والمعجزات التي تذكر لسائر مراجع الشيعة ولا حقيقة لها أكاذيب يكذبون كرامات الأئمة وأحاديث معجزات الأئمة يكذبونها وينسجون لنا الأكاذيب لكرامات المراجع الذين لا كرامة لهم الشوافع معتزلة يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم نذهب إلى فاصل